موسيقى سأحدثكم اليوم عن مسألة سياسية هي الأهم ألا وهي الوجه التي تقصدها البشرية هذه المسألة ليست بمسألة نحيينة من أجل القيام بذلك نحن سنستعين بالمطبخ الأمريكي وفي هذا المثال سنستعين بكعكة الدونت ولكن قبل ذلك ما هي الوجه التي تقصدها البشرية في عام 2015 اتفقت بلدان العالم على اعتماد أهداف التنمية المستدامة على خلاف الأهداف السابقة الأهداف الإنمائية للألفية هو أنه لم يتم التعامل بصورة منفصلة عن مكافحة الفقر ودفاع عن الكوكب وأيضا الرموز تغيرت إذن في الماضي كان هناك الجد والأهداف الآن هناك حلقة أو عجلة وهذه ثورة ربما نحن نشهدها في مجال الرموز هذه الثورة هي بفضل بريطانية كانت تعمل سابقا في برنامج أمم المتحدة الإنمائية وأوكسفام اسمها كيت ري وورث وهي لا تدعي بأنها تخترق الأمور من جديد وهي تتحدث عن تعاكة الدونت إن صورة الدونت تم تداولها بصورة كبيرة وواسعة أثناء المفاوضات وهذا الشكل مهم جدا لإختيار هذا الرمز ومن ذلك الوقت كتبت كيت ري وورث كتابا بعنوان اقتصاد الدونت من أجل التأكيد على أهمية هذه الصورة لنذكر بمحاذة في الماضي إن المناقشات والمخيال العام متأثر بالخطاب السائد الذي يقول بأنه يمغي زيادة النمو وكل شيء يرتبط بهذا النمو الوظائف إلى آخره والنمو يقدم كدواء لكل الأمراض والنتائج البيئية هي ثانوية الأقتصادين تحدثون عن معوام البيئية خارجية وبعد ذلك بعد النمو نقوم بتصحيح هذه التداعيات البيئية نحن نعرف ما ذكره وعبارة كينت بلدينغ من يعتقد أن لا نهاية للنمو في عالم بنهاية محدودة هو إما مجنون أو أخصائي في الاقتصاد في إطار نظرية الدونت علينا أن نتوقف وأن نتصرف كمجانين علينا أن ننظر إلى أخطارات العلماء البيئة وأن الوقت سيكون متأخرا في المستقبل وأن نتعامل مع النتائج البيئية لاحقا ولكن أولا علينا أن نحدد الحدود الطبيعية التي ينبغي تجودها وبعد ذلك نحدد الأنشطة البشرية وجاء ذلك في تقرير ميدوز وبعنوان حدود النمو وتم التأكيد على ذلك منذ معظم العلماء ما هي هذه الحدود التي ينبغي تجاوزها من أجل صالح الأرض والمعمورة هذه الأسئلة التي تم طرحها من قبل علماء كاروكسترون وستيفن وتوصلوا إلى تسعة حدود لا ينبغي تجاوزها في هذه الأرض تم وضعها في مجلة سيانس في عام 2009 وتم تحديثها في عام 2015 الأوهية تغير المناخ حموضة المحيطات وأيضا تآكل التنوع الحيوي وإنحسان الغابات والبناء العمرانية واستهلاك الماء العذب دورات اليتروجين والفوسفور كمية الهباء الجوي الذي من شأن يغير دورات الأمطار وإطلاف الآزون الجوي بالإضافة إلى أشكال التلوث المختلفة النووية والبلاستيكية والكيميائية إذن تسعة حدود تتعلاقى فيما بينها على سبيل المثال غابة أولية يتم إزالتها تؤدي إلى زيارة أنواع من الأحياء وهذا شان أيضا أن يؤثر على موضوعات أخرى من بين العدود الأخرى تم تأكيد على المناخ والتنوع الحيوي حيث أن النظام الأرض هو في نظام جديد إلى أين وصلنا في هذه الحدود التسعة العلماء إلى الآن لا يعرفون قياتها بشكل دقيق ما زلنا الآن في مرحلة غامضة فيما يتعلق وفي حدود حمراء إذا جاءت تعبيره خطيرة فيما يتعلق بالتنوع الحيوي حيث هناك تقلص كبير في بعض المناطق ولسيبة في ألمانيا في دورات النتروجين إن الغطاء النباتي لا يستطيع أن يمتص كل هذه الكميات الملقات من النتروجين ولا تم يلقاه بعد ذلك في المحيطات وهناك أيضا العلاقات بين المناخ واستغلال الأرض وبطبيعة الحال هناك تحسن وحيد فيما يتعلق بتقلص إطلاف طبقة الأوزون ولكن كل هذه الحدود هي تبين سقفا إيكولوجيا وهذا يعطي بعض الردود للفعل هناك من يقول علينا أن نعطي البشر الحد الأدنى من العيش كل ما يتعلق بالبيئة سنرى ذلك لاحقا بطبيعة الحال لا يجب الاختيار بين الاحتياجات البشرية ومن جهة ومن جهة أخرى البيئة ولا فإننا سنكون في مأزق علينا أن نفكر بالاحتياجات البشرية في حدود الكوكب فإن كيت بروورث قامت برسم حلقة أخرى داخل الحلقة الأولى وهذه الحلقة قامت بتحديد 11 هدفا اجتماعيا الصحة التربية الحصول على مياه الشرب المساواة بين الرجال والنساء إلى آخره ومعظم هذه الأهداف لم يتم التوصل عليها ولسيما فيما يتعلق بملايين الجائعين والملايين الذين لاحصلون على مياه الشرب إذن بشكل عام لدينا هذه الكعكة الدونت التي تحدد أرضية اجتماعية وسقفا إيكولوجيا وبينهما كيت بورث تثمي بأنه ينبع القيام بصورة عادلة من أجل صالح الأرض والكوكب هذه الصورة مهمة جدا هي صورة بسيطة ويتلقى بتوافق القارة ولكن هنا تأتي المعضلة عندما نطلب من كيفورورد هل هناك بلد واحد في العالم يعيش فيها السكان فوق الأرضية الاستماعية وتحت السقف الإيكولوجي الجواب هو كلا صورة أخرى تسمح بهذه الرؤية بصورة أوضحة عندما نقوم بتقاطع البصمة الإيكولوجية في كل بلد ومؤشر تنمية البشرية نرى بأن بعض البلدان لديها مؤشر تنمية بشرية مرتفعة جدا ولكن هم بحاجة إلى عدة كواكب شبيهة بالأرض للاستمرار في نشاطهم في بلدان أخرى هناك الناس يعيشون بصورة جيدة على المستوى الإيكولوجي ولكن هذا والأسو كان يعانون من مشابه اجتماعية كبيرة وإن الخانة التي تجمع المعيارين كما نرى هي خالية وبالتالي هذا يمثل تحديا للبشرية هذا يفرض علينا أن نكون متواضعين لا نستطيع أن نكون يقنين بالطريقة التي سنتجاوز هذه التحديات علينا أن نبتكر نموزجا جديدا ولكن ما هو أكيد أن الناس الأغنية هم الذين يثقبون هذا الثقف الإيكولوجي هم بحاجة إلى عدة كواكب الأرض للحصول على نفس المداخل هذا يعني بأن ثلث مشكلة الأزوت هي تتعلق باستهلاك اللحم ومساقات الحليب في الاتحال الأوروبي نصف انبعاثات غاز ثاني وسيل كربون هي من نتاج 10% الأغنى في العالم وبالتالي هذه الكميات واضحة جدا نستطيع أن نستخلص بأن أشكال التفاوت والفوارق التي نعرفها هي أن لا تتوافق بالفضاء العادل والآمن علينا أن نؤكد على المستوى الأعلى حتى يستطيع الأخرون العيش بكرامة إن تقليص التفاوت من شأنه أن يقربنا من السقف الإيكولوجي ومن أيضا الأرضية الاجتماعية ولكن مجتمعتنا لن تقبل بمراجعة عميقة وجذرية في الأرض إذا ما استمرت أقلية بهذا النهم والالتهام ربما كعكة دونات ليست بذلك الصورة الكاملة والمتكاملة هي ربما صورة الأغذية غير الصحية والمجتمع الأمريكي غير المتساوي ولكن هكا رمزية غير قائمة على النمو ولكن على اقتصاد التشارك وهي في بلداننا والأي بمعنى آخر كما قال غانبي يجب على البلدان أكثر غيرا أن تأيش بصورة أبصد كي تتمكن البلدان الأخرى من مجرد العيش هذه هي الثورة التي دعونا إليها أهداف التنمية المستدامة C'est à cette révolution-là que nous appellent les objectifs de développement durable اشتركوا في القناة